السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجال التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له طبعا ما زلنا في باب الأضاحي وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجي وصحاحه الحاكم ولكن رجح لأئمة غيره وقفة طبعا هذا الحديث اجتمل على مجموعة من المسائل والأحكام أيضا والفوائد منها مسألة الحديث مختلف فيه رفعا ووقفا فمن أهل العلم ذهب إلى صحة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم ذهب إلى أنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا والخلاف هذا قوي وعريض لكن الحديث في كتب الأحكام وفي كتب الفقه يمثل أصل ودليل على مسألة وجوب الأضحية المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعة يعني قدرة وغنى واستطاع على شراء ثمن الأضحية في أيام النهر من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا لا يقربن مصلانا طبعا هذه من نصوص الوعيد والترهيب أيضا ولا يقصد بها ظاهرة لا يقصد بها ظاهرة يعني أن من وجد سعة ولم يضحي لو شهد الصلاة لا حرج عليه بل قد يلزمه ذلك خاصة على من يذهب إلى أن صلاة العيدين فرض عيد لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التخويف والترهيب من ترك الأضحية هذا المعنى مثل حديث النعمان بن بشير بن سعد في قصة الهبة لما وهبه والده ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشهد على هذا غيري ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد غيره وإنما أراد أن يبين له فضاعة الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل سمى هذا ظلم فكيف يعني يقول يأذل بأن يشهد على هذا غيره؟ يعني مثل الآن نحن أحيانا يجيك شخص مثلا يطلب منك خلونا نقول فتوى طالب علم مثلا أو مفتي يجي واحد يسأل ويلح عليه في شيء هو يعلم بأنه حرام يقول شوف غيري شوف غيري معنى هذا إنكار عليه ينكر عليه واضح بارك الله فيكم مهم جدا أن نفهم يعني مثل هذه الأساليب فقال ولم يضحي فلا يقربنا مصلانا هذا المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالترهيب من ترك الأضحية يبقى المسألة الأهم في هذا الحديث وهي ما يتعلق بحكم الأضحية تذكرون في المجلس السابق قلنا بأن أن الأضحية أجمع العلماء على مشروعيتها من حيث الأصل مشروعة لكن اختلفوا في حكمها فالمسألة فيها خلاف جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هذا المذهب عندهم على أن الأضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأطفاله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة الواجب لا يعلق على الإرادة أيضا استدلوا بفعل الصحابة لسيما الخلفاء الراشدين ولا سيما أبا بكر وعمر قالوا فإن أبا بكر وعمر لم يكون يضحون كل عام ولو كانت واجبة لما تخلفوا عن ذلك وهم أكثر الناس حرصا واتباعا وتقيدا والتزاما بأحكام دين الإسلام القول الثاني مذهب أبي حنيفة وهو قول للإمام مالك ورواية عن أحمد طبعا هذا القول أكثر من نصره أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه حشد له الأدلة ونصره قالوا بأن الأضحية واجب قالوا بأن الأضحية واجب طبعا عمدتهم هذا الحديث الذي بين أيدينا لكن قبل ذلك قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر قالوا بأن هذه الآية فيها أمر الصلاة والذبح الأضحي يعني صلي لربك وانحر فقالوا بأن هذه الآية تدل على وجوب الذبح أيضا استدلوا بحديث جندب بن سفيان سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانا من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانا قالوا فهذا دليل قوي على أن الأضحية واجبة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى وهذا مال وهذا مال والنبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على أن الناس لا يسرفون ولا يبذرون قالوا فدل هذا على أن الأضحية واجبة على أن الأضحية واجبة عموما العمل على قول الجمهور والفتية على قول الجمهور لكن من وجد سعة فلا يتخلف عن الأضحية فالأضحية شعيرة من شعار الدين والملة ولذلك أفضل عبادة في أيام النحر هو الأضحية أفضل عبادة إراقة الدم لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم قال وعن جند ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذو بحد فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتاً مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه متفق عليه جند ابن سفيان رضي الله عنه صحابي جليل يقول شهدت الأضحى يعني صلاة عيد الأضحى يقول شهدت يعني حضرت صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة عيد الأضحى فلما قضى صلاته بالناس عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة نظر صلى الله عليه وسلم إلى غلم قد ذبحت عند المصل يعني قريبا من المصل فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى هذا طبعا دليل من ذهب إلى الوجوب الحنفية ومن وافقهم قالوا بأن هذا دليل قوي على وجوب الأضحية ومن لم يذبح فليذبح على على اسم الله يعني يذبح بعد ذلك حتى تكون أضحية أما قبل الصلاة هذا لحم قدمه لحم قدمه لأهله قوله فليذبح بسم الله يعني قائلا بسم الله أو مسميا مثلا طبعا هذا الحديث ما أريد أن أخذ في مسألة حكم الأضحية ذكرنا وجبنا هذا الدليل قدمنا لأجل أن أيضا ينتظم مع أدلة القائلين بالوجوب لكن الشاهد هنا ما يتعلق بوقت الذبح بوقت الذبح لأن من شروط صحة الأضحية الذبح في زمانها الشرعي وذبح الأضحي يبدأ من بعد صلاة العيد بفعل الإمام لا بفعل المصلي أو لا بفعل المضحي بفعل الإمام لا بفعل المضحي ما معنى هذا الكلام؟ يعني أفترض الآن الإمام صلى العيد الصلاة قبل ولا الخطبة؟ الصلاة قبل صلى العيد ثم يخطب صلى العيد فلما رقى المنبر الإمام قمت أنا وذبحت أضحيتي ما حكم أضحيتي؟ صحيح لماذا؟ لأنه ذبحتها بعد الصلاة فعل الإمام طيب شخص مثلا ما حضر الصلاة؟ ما حضر الصلاة؟ صلاة العيد ثم ذبح أضحيته الساعة السابعة وثلاثين دقيق فسأله الناس سألوه متى ذبحت الأضحية؟ قال سبعة وثلاثين دقيق قالوا زين لماذا؟ قالوا لأن الإمام انتهى من الصلاة السابعة وعشرين دقيق أنا أضرب مثال طبعا سابعة وثلاثين دقيق إذا ذبح متى؟ بعد صلاة الإمام بعد صلاة الإمام شخص مثلا ذبح أضحيته الساعة السابعة والربع ولم يصلي وغلب على ظنه بأن الإمام قد صلى هو ما صلى مع الإمام ما صلى صلاة العيد وغلب على ظنه بأن الإمام قد انتهى من الصلاة ثم تبين بأن الإمام ما انتهى من الصلاة إلا الساعة السابعة وعشرين دقيق ماذا نقول له؟ نقول هذا لحم قدمته لأهلك اذبح مكانها أخرى على قول الجمهور على الاستحباب والسنية على قول الحنفية على الوجوب على الوجوب طبعا بالنسبة للأضحية كما أن لها وقت ابتداء كذلك لها وقت وقت انتهاء اختلف العلماء في نهاية زمان الأضحية متى تنتهي ينتهي زمان الأضحية عندنا قولانا القول الأول أن نهاية وقت الذبح يكون بغروب الشمس شمس ثاني يوم أيام التشريق ثاني يوم من أيام التشريق إذن كم يكون عندنا أيام النحر ثلاثة يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق يعني يوم عشرة وحدعاش واثنعاش فقط وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابل استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء وفي بيته منه شيء طبعا هذا الحديث الصحيح وجه الاستداء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بعد ثلاثة أيام إذن عليه يكون لا يجوز الدبح في ثالث أيام التشريق الثالث يعني يوم الثالث عشر وإنما يكون في يوم العيد يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر يوم الثاني عشر القول الثاني ذهبوا إلى أن آخر وقت للذبح هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق من أيام التشريق كم يكون عندنا أيام الذبح؟ أربعة يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الثالث عشر وطبعا استدلوا بقول الله عز وجل يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعم بالعباس طبعا كلمته المشهورة في بيان ما هي الأيام المعدودات والأيام المعلومات قال الأيام المعلومات هي أيام النحر وثلاثة أيام بعده الأيام المعلومات الواردة في هذه الآية أيام النحر يوم النحر وثلاث أيام وثلاث أيام بعده وأيضا صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام التشريق أيام أكل وذبح أيام أكل وشرب وذكر لله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام التشريق ما هي؟ هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد الأيام الثلاثة التي بعد العيد وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في المسند قال كل أيام التشريق ذبح كل أيام التشريق ذبح وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يذبحون في اليوم الثالث ولذلك هذا القول هو القول الراجح على أن أيام الذبح أربع يوم العيد وثلاث أيام بعد فإذا غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ليبدأ ليلة الرابع عشر منذ الحجة انتهى الذبح طبعا بالنسبة للذبح يجوز ليلا ونهارا فصحيح الأفضل أن يكون الذبح يوم العيد لكن يجوز للإنسان أن يذبح في الليل وأن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عوره والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربع صحة الترمذي وابن حبان قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني خطيبا خطيبا معلما حتى جاء في رواية بأنه رفع البراء يديه أو أصابعه وقال يدي تقصر عن يدي رسول الله ويريد أن يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام فيهم قال هكذا أربع من الأضاحي ثم قال البراء ويدي تقصر عن يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع الأربع حقيقة تفيد الحصر تفيد الحصر بدليل طبعا عندنا قاعدة أن العدد في الغالب لا مفهوم له إلا إذا دلت قرينة على أنه مقصود تذكرون هذه القاعدة دندلنا حولها كثيرا تكلمنا حولها طويلا طيب هل توجد قرينة هنا؟ نعم الإشارة بالأصابع النبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصابعه الأربعة فدل على أن الحصر هنا مقصود على أن الحصر هنا مقصود العوراء طبعا العوراء معروف العوراء هي التي انخسفت عينها إحدى عينيه أو برزت لأنه لو ذهبت العينين قلنا عمياء لو ذهبت العينين قلنا عمياء لكن العوراء من ذهبت إحدى عينيها إما انخسفت وإما برزت بحيث انطفأ نورها هذه العوراء البين عورها يعني التي لم يتبين عورها هذه جوزة تضحية بها لأن يوجد من البهائم من عينها سليمة عينها سليمة لكن ما ندري أنها يعني في الظاهر لكن هي عوراء عوراء لكن في الظاهر عينها سليمة حتى البشر بعض البشر تشوف عينها سليمة لكن ما يشوف ما يشوف والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها المريضة طبعا التي ظهرت عليها ظهر عليها أثار المرض حتى أقعدها عن المرعة ما تذهب مع الغنم وهذه طبعا يسبب لها هزان لأنها تترك الأكل والرعي والعرجاء البين ظلعه العرجاء البين ظلعه طبعا العرجاء لا بد أن يكون الظلع بين لا بد أن يكون الظلع هذا اللي يبين بحيث تغمز معروف العرج طبعا البين ظلعه طبعا في الغالب أن العرجاء تتخلف عن القطيع تتخلف عن القطع ما تكون معه ولذلك يكون يصيبها الهزال والضعف والكسيرة التي لا تنقي الكسيرة التي لا تنقي طبعا جاء في لفظ العجفاء والمقصود بالكسيرة التي مكسورة مكسورة اليد أو الرجل حيث أنها لا تقوم أو العجفاء التي لا مخ في ساقها ضعيفة جدا ما تستطيع القيام طبعا هذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام العيوب التي تمنع الإجزاء من الأضحية في عيوب تمنع الإجزاء من الأضحية لأن هذا من شروط صحة الأضحية سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصول العيوب وحصرها في أربعة العيب الأول العوراء البين عورها وذكرنا لكم العوراء هي من فقدت إحدى عينيها انخسفت أو برزت طبعا عندنا قاعدة مهمة أن ما كان مثل هذا العيب أو أكثر منه فإنه لا يجزئ ما كان مثل هذا العيب مثله أو أعلى منه لا تجزئ يعني الآن قلنا العوراء العمياء من باب أولى العمياء من باب أولى فلذلك قاعدة لكن كل ما هو دون هذا العيب لا يجزئ مع الكراه اضبطوا هذه القاعدة عيد كل ما كان مساويا لهذا العيب أو أعلى منه لا يجزئ لا تجزئ الوضحية أو التضحية به كل ما كانت دون هذا العيب يجزئ مع الكراه إذن العوراء البين عورها العوراء البين العمى أشد إذن العمياء اللي فقدت عينيها أيضا هذا العمل لأنه يمنع الشات من الذهاب إلى المرعة ولذلك يصيبها الهزال المريضة البين مرضه اللي ظهرت عليها آثار المرض حتى أقعدها عن الذهاب مع القطيع ولذلك تصاب بالهزال وفساد اللحم أيضا طيب المرض أنواع هل كل مرض في الشات يمنع من التضحية بها؟ الجواب لا وإنما المرض الذي يصيب هذه الشات بالهزال والضعف حتى تبرز عظامها وتكون واضح عليها المرض مثل المبشومة وغير ذلك أو المصابة بالجرب مثلا مصابة بالجرب وهكذا في أمراض لا عادية تجد الشات مريضة لكنها نشيطة وتذهب مع القطيع وترعى وأيضا سمينة هل يضحها بها؟ هل يضحها بها؟ الثالثة العرجاء البيّن ضلعها العرجاء البيّن ضلعها إذن يلحق بالعرجاء مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو مقطوعة مثلا بعض الأطراف هذه كلها مما يمنع التضحية بها يمنع التضحية بها هذه العرجاء البيّن ضلعها تغمز إذا مشت مع القطيع تغمز معروف الضلع الذي يعرج يضلع يقول هذا يضلع ثم قال الكسيرة التي لا تنقي الهزيلة التي لا مخف عظمها هذه لا تجزع لماذا؟ لأنها ضعيفة جدا ضعيفة وكذلك سبحان الله ما يرغبها الناس الهزيلة هذه الضعيفة التي بان عظامها وكذا ما يرغبها الناس ولذلك هذه لا لا يضحى بها إذن نضبط هذه المسألة بهذا الضابط كل ما كان مثل هذه العيوب الأربعة فأكثر لا يجوز التضحية به كل ما كان دون ذلك من العيوب التي من جنس هذا فأنه يضحى به مع الكراه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن رواه مسلم لا تذبح يعني في الأضاحي الكلام كله في الأضاحي لا تذبح يعني في الأضاحي إلا مسنة إلا مسنة المسنة هي التي قد صارت ثنية عندنا الذكر يقال له ثني وكذلك الأنثى الثني من الغنم طبعا الضأن والمعز الثني من الغنم ما مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية أكمل سنة وطعن في السنة الثانية هذا في الغنم هذا في الغنم الثني من الغنم ما تم له سنة وطعن في الثانية أما الثني في البقر ما تم له سنتان وطعن في الثالث يعني دخل في الثالث وأما الثني من الإبل ما تم له خمس سنين وطعن في السادس يعني دخل في السادس هذا هو الثني هذا هو الثني طبعا النبي عليه الصلاة والzukل قال لا تذبحوا إلا مسنة يعني الثني هذا تحديد الغنم ضأنها ومعز ما تمله سنة دخل في الثانية البقر ما تمله سنتان ودخل في الثالث الأبل ما تمله خمس سنين ودخل في السادس قول النبي عليه الصلاة والußen إلا أن يعسر عليكم يعني يعصر مثلا يصعب عليكم ذبحها لا مثلا ما ما وجدتم ما وجدتم ثني لا من الإبل ولا من البقر ولا من الغنم أو وجدتمه لكن سعره مرتفع مثل ما يفعل بعض صحاب الأغنام هدان الله وإياهم يستغلون وقت الأضاحي فيرفعون الثمن هدان الله وإياهم يرفعون ويبالغون يعني أحيانا يبالغون بأضعاف مضاعفة على ثمنه في بقية الأيام يستغلون الموسم وهذا غلط وجشع يعني لو رفعت بشكل مقبول يعني رفعت مثلا بنسبة مقبولة ما في بأس تجارة لكن أن تضاعف الثمن تدبل الثمن مثل ما يقول مرتين أو ثلاثة هذا لا شك بأنه جشع أو يكون الشخص عند ثمن لكن ما يستطيع أن يشتري الثاني لكن يستطيع أن يشتري الجذعة فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك طبعا الجذع قال إلا فتذبح جذعة الجذع طبعا هو الضأن ما بلغ ستة أشهر إلى سنة ستة أشهر إلى سنة هذا الجذع من الضأن هذا الجذع من الضأن طبعا الماعز لا بد أن يكون له سنة لا بد أن يتم له سنة الماعز أن يكون ثنيا أما من الضأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الجذع من الضأن فقط من الضأن فقط وهو ما تم له ستة أشهر ما تم له ستة أشهر طبعا هذا الحديث واضح وظاهر فيما يتعلق بالسن المعتبر الحديث الذي قبله يتحدث عن ماذا؟ عن العيوب هذا الحديث تحدث عن السن وفيه دليل على أنه لا يجوز التضحية بأي بهيمة من بهيمة الأنعام لا بد من اعتبار السن الذي حدده الشارع الحكيم وذكرنا لكم الثاني المسنة من حيث العمر ومن لم يجد فإنه يجوز له أن يضحية أن يضحية بالجذع من الضأن أن يضحية بالجذع من الضأن ولا يجزئ التضحية بالجذع من غير من غير الضأن حتى إن القاضي عياض حكى الإجماع على حكى الإجماع على ذلك إذن مهم جدا أن نفهم هذا الحديث ونبين بأن لا بد من من شروط الصحة للأضحية السن المعتبر السن المعتبر وفصلنا في السن المعتبر من خلال هذا الحديث طيب عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء خرجه أحمد والأربعة والصحة والترمذي وابن حبان والحاكم طبعا هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد من جهة الإسناد منتقد من جهة الإسناد لكن عموما يعني شرح الحديث قال يقول علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الاستشراف معناه يعني النظر إلى هذه البهيمة النظر إليها والتحقق منها والتدقيق لمعرفة سلامتها من العيوب سلامتها من العيوب يعني تأمل مثلا في أعضاء هذه البهيمة قال مقابلة بفتح الباء هي الشات التي قطعت أذنها من الأمام عرضا وتركت معلقة مدابرة أيضا قطعت أذنها من الخلف عرضا وتركت معلقة من مؤخرها خرقاء هي التي في أذنها ثقب مستدير مستدير شرقاء أيضا قال ولا شرقاء هي التي شقت أذنها طولا طولا وقيل الشرقاء ما قطعت أذنها طولا والخرقاء ما قطعت أذنها عرضا ما قطعت أذنها عرضا طبعا هذا الحديث استدل به الفقهة في العيوب المكروهة وليست التي لا تجزئ مثل ما ذكرت لكم في الضابط الذي أشرت إليه قبل قريب ولذلك يجوز التضحية بمقطوعة الأذن مكسورة القرن مكسورة الظلف مثلا مقطوعة جزء من الإليا وليس كل الإليا لماذا؟ لأن هذه عيوب أقل مما جاء في حديث البراء على القاعدة التي ذكرناها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيء متفق علي علي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه والنبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب منها نبي الله بتبليغ دينه ولي الأمر إمام الأعظم المفتي القاضي كما نقرر دائما طبعا هذا كان في حجة الوداع لما بعثه إلى اليمن وأتى بالبدن أتى بالإبل مئة من الإبل وذبح النبي عليه الصلاة والسلام بيده ثلاثا وستين بعيرا ثم أعطى المدية والسكين لعلي وأكمل الباقي وهذا على يعني عدد عمر سنوات النبي عليه الصلاة والسلام أو عدد سنوات عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أقوم على بدنه يعني أن أكون مسؤول عنها مسؤول عن هذه البدن وطبعا هذا كان في حجة الوداع وأن أقسم لحومها أقسم لحومها وجلودها وجلالها طبعا الجلال المقصود الذي يوضع على ظهر البعير الجلال يسمونه الجلال الجلال يوضع على ظهر البعير إذن يقسم لحومها وجلودها هذا يدلنا على أن الجلد ينتفع به ومعلوم إلى وقتنا الحالي والجلد ينتفع به طبعا القسمة تكون على المساكين والمحتاجين قال ثم قال ولا أعطي في جزارتها منها شيء ولا أعطي في جزارتها يعني عمل الجزار هذا المعنى عمل الجزار ما يأخذه الجزار مثلا في مقابل الذبح وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية الحديث هذا حديث عظيم فيه مجموعة مسائل أيضا منها جواز التوكيل في ذبح الأضاحي والهدي وتفريق اللحم أيضا بحيث يوكله في الذبح وتفريق الله ويجب على الوكيل أن يكون أمينا بحيث أنه يذبح على بسم الله قل بسم الله الله أكبر سنة طبعا بسم الله واجب أيضا أن يقسم اللحم أولا على المحتاجين من الفقراء والمساكين والجلود كذلك التي انتفع بها وأيضا ما على الهدي من الجلال مثلا أو الشيء الذي يوضع على ظهر الإبل ظهر البعير الأمر الثاني أن أحكام الهدي تأخذ أحكام الأضحية وهذه مسألة مهمة ولذلك حكم الهدي حكم الأضحية من حيث أولا السن المعتبر من حيث السلامة من العيوب هذا مهم جدا يبقى قضية الوقت طبعا الهدي له وقت أيضا مثل وقت الأضحية مثل وقت الأضحية ولذلك الهدي يذبح يوم العيد وأيام التشريق أيضا لأن أيام التشريق أيام ذبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مسألة أخرى يعني مشروعية التصدق بلحم الهدي كما يتصدق بلحم الأضحي كما يتصدق بلحم الأضحي مسألة مهمة جدا وهي يعني يظهر أن المصنف رحمة الله إنما أراد إراد هذا الحديث لهذا الغرض وهو مسألة جواز الإجارة على ذبح الذبائح التي هي من العبادات مثل الأضحية ومثل العقيقة مثل الهدي ولا يجوز أن يعطى الجزار وجرته من لحم الذبه التي هي من العبادات من العبادات لا يجوز لأن عطيته تكون عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها كأنه باع جزء منها أما الذبائح العادية ذبائح الضيوف مثلا ذبائح المناسبات مثلا يجوز يعني شخص الآن عنده ضيف وجاب جزار قال اذبح لي هذه الذبيحة وخذ فاخذها مقابل عجر يجوز لكن في الأضحية والهدي لا ما يجوز قال رحمه الله تعالى ما جاء في النعم عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معامل حديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه رواه مسلم هذا طبعا آخر حديث من الحديث في باب الأضاحي ثم بعد ذلك نأتي إلى باب العقيقة هذا الحديث حديث فيه مسألة مهمة جدا وهي أن البقرة أن البدنة والبقرة تجزع عن سبعة تجزع عن سبعة ولذلك أذكر لكم قاعدة تحفظونها بارك الله فيكم يجوز الاشتراك في ثمن البدنة والبقرة بحدود سبعة ولا يجوز الاشتراك في ثمن الشات في الأضحية طبعا أتكلم الآن في الأضحية ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن يجوز لسبعة أن يشتركوا في بدنة أضحية أو في بقرة أضحية فسبع البدنة في مقابل شات سبع البدنة سبع البقرة في مقابل شات في مقابل شات أما الشات فلا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الاشتراك في ثوابها في ثوابها يعني يشرك الإنسان لما يذبح يذبح عن نفسه وعن أهل بيت شات واحدة تكفي حتى الأموات لو قال من أهل بيت الأموات الأحياء والأموات أما البدنة يجوز من سبعة فأقل لكن لو جاء ثامن نقول لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة وصاحب الشرع منع وإنما خص السبعة فقط عين السبعة فأقل بمعنى يجوز لاثنين أن يشترك في بدنة أو بقرة يجوز لثلاثة أن يشترك في بدنة أو بقرة أربعة خمسة ستة سبعة يجوز لسبع جيران سبع أرحام أقارب سبع أصدقاء يقولون السنة هذه نريد أن نذبح بدنة فيشتركون سبعة في شراء بعير أو في شراء ناقة مثلا أو في شراء بقرة أو في شراء مثلا جاموس يضحون فيه لكن لو جاء أثنين قالوا نتدافع نشترك في شراء ضحية شات نقول لا لا يجوز لا يجوز بارك الله هذا هو المقصود من هذا الحديث بهذا نكون قد أتينا على أهم مسائل وأحكام الأضحية وإن كانت هناك مسائل كثيرة هي من الآداب خاصة نعم من الآداب يمكن مسألة التقسيم تقسيم لأحمل الأضحية الأفضل أن تكون ثلاثة أثلاث ثلث لك ثلث هدية لصديق أو حبيب أو جار ثلث صدق بعض العلماء يقول تقسم نصفين عموما الراجح أن المقصود بالأضحية إراقة الدم في المقام الأول لله عز وجل هذا المقام الأول وأيضا أن يكون يستفاد من لحمها يستفاد من لحمها إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب جديد وهو باب العقيقة أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن تستغفروك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر